موجز السادسة من التلفزيون المصري أهلا بكم مشاهدين الكرام شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وخلال الاحتفال كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وتنفيذا توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرر رفع الحد الأدى لجوائز جميع المكرمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف بواقع ستين ألف جنيه لكل جائزة بدلا من ثلاثين ألف جنيه مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم وخلال كلمته في احتفال ليلة القدر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة لشعب مصر العظيم ولشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول تلك الليلة المباركة كما شدد الرئيس السيسي على أن الخطاب الديني الواعي المستنير هو أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام هذا وقد دعا رئيس السيسي جموع المواطنين إلى موصلة بناء الوطن بالتعاون والتراحم والتكاتف افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين وقد شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله وخلال تفقدي أعمال التجديد بالمسجد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للسلطان طائفة البهرة بالهند لجهودي واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت الكرام هذا وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سوف تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بالأمس في حفل إفطار الأسرة المصرية وفقا لخطة تنفيذية مشيرا إلى أن هذا التكليف سوف يسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة المملكة وإصلاق أيضا مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشاد مدبولي بما تم تحقيقه مؤخرا من طفرة زراعية على أراضي منطقة تشكا مؤكدا التنسيق الفاعل لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بكميات مقررة مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولا بأول وبمناسبة الاحتفال بذكرى الخامس والعشرين من شهر أبريل وإنفاذا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدين معنية وتنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكومة عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو الخامس والعشرين من أبريل عام 2022 فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انتباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهمها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدوري التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأييلهم للإنخراط في المجتمع شكرا لكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة